الحديث الثاني حديثه عن عائشة النفقات كانت متصلة كنا نتحدث معنا في حضرة الصلاة الآن حتى كنا لا نعرف ولا يعرفنا أنا لا أعرف حالة ولا ألف حالة وسنراجعه إن شاء الله ويكون في البحث ليلة الجمعات الآفية إن شاء الله لأنني ما ألف حالة ولعل شيء حمد رأفت قد وقف عليه وأعرف حالة لكن من باب الفائدة لأن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليناً مع أهله وليناً مع المسلمين وإذا حضرت الصلاة قام إليها وليس حضورها لما يظهر وجباً لأن يتغير حاله مع أهله ومع من حوله بل يقوم إليها في رغبة وشوف عليه الصلاة والسلام ولكن هل يتغيره شيء مع أهله ومع المجالسين هذا بحضور يلبني على صحة الحديث هذا والذي أعثر إليه أعفونا الحمد الشيخ ويطاله وأسأل الله لجميع التوفيق وإن أضط بعض الإطالة وأسأل الله لأوله التوفيق والجلال والله يجي إخوصد أصحاب النبوة جزاء الحزن ويزيبهم ويزيد من حلمهم وتوفيقهم ويقعنا يا سبيعنا وصلى الله وسلم على حبيبه وحبه وعلى رجل الله شكراً لسماعة الشيخ وجزاه الله خير وجزاء وبرك الله لأه ولقد ورأت إلينا أسئلة كثيرة وبعضها قد سبقت الإجابة عليها نطبق لسماعة الشيخ الرأي فيما أتخذ حيالها